توصل الدولة تنفيذ خطتها تنموية شاملة بما في ذلك خطة مواجهة التغير المناخي وما تتضمنه من مبادرات للتشجير في مختلف أنحاء الجمهورية في هذا الإطار عملت الدولة بمختلف أجهزتها التنفيذية على الإسراع بتنفيذ مشروع مبادرة 100 مليون شجرة فضلاً عن مشاريع أخرى بالتعاون مع المجتمع المدني تماشياً مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم تواصل الدولة جهودها في تعظيم دمج البعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان الدولة في هذا الإطار تواصل عملها في الإسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال سبع سنوات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون بين عدد من الجهات والوزارات إذ انتهت وزارة البيئة من زراعة 1.4 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة وتستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي تكسيف العمل على مشروع تشجير قرى الريف المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الأولى والثانية ليتم الانتهاء من زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية الدولة وعبر أجهزتها المختلفة تقوم بتقديم الدعم بالأشكار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بإجمالي 100 ألف شجرة كما تشترك الدولة في جهود عديدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنية في زراعة الأشكار خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2024 إذ تمت زراعة نحو 186 ألف شجرة داخل الجامعات ونحو 5000 شجرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية و36 ألف شجرة خلال عدد من المبادرات داخل عدد من المدارس الجهود الحسيسة التي تقوم بها الدولة في مجال البيئة والتشجير لمواجهة التغير المناخية تستهدف بالأساس امتصاص نحو 850 ألف كيلو جرام من غاز سينيوكسيد كربون سنوياً للمساهمة في تقليل الآثار الكارسية للاحتباس الحراري الذي تتسبب به الدول الصناعية الكبرى وتتحمل تبعاته القارة الأفريقية الأقل مساهمة في تلويس البيئة